واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الشهور الأولى بعد الانقلاب وشفنا حالة الجنان اللي ضربت في البلد كلها بترتيب المخابرات من ناحية وبالنشوة العفوية اللي كانت عند الناس بعد عزل مرسي من ناحية تانية عشان في النهاية يتجمع كل ده في مصورة كليبات وطنية بتتزع كل خمس دقائق وشوكولاتة السيسي وشبكة دهب عليها صورته مرحلة كاملة من الهاري الفاضي اسمها تسلم الآية دي وجرينا معكم بالأحداث وتعرفنا على عدلي منصور اللي عينوه رئيس مؤقت وحكاية التفويض اللي طلبوا السيسي من الناس عشان يكافح الإرهاب في جمع انتهت باشتباكات بين أنصار مرسي والأمن راح فيها تمانين واحد لحد ما وصلنا في النهاية لمندوب الاتحاد الأوروبي ومندوب أمريكا لجوم مصر وعملوا لقاءات مع الكل عشان يهدوا الشعب شوي قبل ما نعرف ان الأوامر جيت من الإمارات للسيسي مباشرة بمسح التيار الإسلامي من على الأرض وهدى اعتصام ربعة بأي تمن وخلونا النهاردة نكمل معاكم بقية الحكاية ونشوف إيه اللي حصل بعد كده وإيه اللي هيعمله الجيش في رابعة اللي تحولت من مجرد اعتصام سلمي لأكبر مجزرة شافتها مصر في تاريخها الحديث على مدار رحلتنا وإحنا بنحكي لكم حكاية صورة يناير بمقدماتها واللي حصل بعدها لحد يومنا ده فيه محطات كده الواحد بيوقف عندها مستغرب شوي ويقول إزاي ده حصل وكان عقلي فين وقتها أو مواقف تانية ممكن يشوف قراره ساعتها أو اللي كان بيفكر فيه فيقول أما الواحد كان عبيد بشكل يا جدح يلا قدينة بنتعلم يعني انت نفسك ممكن تفتكر ولو بشكل ضبابي كده مشاعرك وقت الثورة أو يوم تنحي مبارك أو أحداث فورسعيد ممكن يبعندك مخزون ذكريات محترم عن فترة مرسي واتفاقك أو اختلافك معه ورأيك لما طل علينا عبدالفتاح السيسي فما شوفناش يوم عدل من ساعتها لحد النهارده أكيد مجمع انت الحاجات دي أو بتفتكرها وإحنا بنحكي القصة من أولها لكن من وسط كل دول فيه مواقف خاصة كده الواحد بيقف عندها متنح العارف يفتكر والعارف يجمع حصلت إزاي وإمتى كأنها لحظة من الزمن سرقت الواحد خلته نام وصحي فلاها تمت وهو عايش لغد الوقت يبقى صارها بس لو جد تسأله عنها هي نفسها يتنح ويتبرجل يبقى عايش في ذكراها سنة وراء تانية وبيت فاعتمانها من دم ودم عياله وصحابه لكن الموقف نفسه كأن العقل حبسه في قلبه أم أم عشان لو افتكر وافتكر أحداثه كويس هيكره نفسه ويحسه أنه كان في يوم من الأيام صغير قوي وصدروحه المواقف دي على رأسها مسبحة ربعة لو الانقلاب كان لحظة مهمة في تاريخ مصر فنقدر نقول بضمير مستريح أن مدبحة ربعة كانت اللحظة اللي قلبت كيان البلد بالكامل وغيرت تاريخه كل اللي قبلها حكاية واللي بعدها حكاية تانية خالص مدبحة قضت على أمل أنصار مرسي أنه يرجع أو يكمل مدته قضت على أمل الناس اللي كان عندها باتنين جنيه فهموا رؤية أن التجربة الديمقراطية اللي بدأت ممكن تكمل تاني لنهايتها حلوة بقى وحشة فيها أخطاء أو كاملة مما جميعه المهمة تبقى للنهاية ويبقى الشعب يصلح اختياره في الانتخابات الجاية والناس تتعود أن الرئيس زي ما بيحصل في العالم كله بيجي بالسندوق وبيمشي بالسندوق مش بالسلاح والدبابة مدبحة ربعة قالت للناس بكل بساطة وهي مطلعة لهم لسانها شيلوا بقى مش طبلت وزمرت وسلمتوا الأيادي البسوا بقى العمر كله وادفعوا تمن تسرعكم وغباءكم السياسي اللي جيب السلاح لا يمكن هيسيبها لكو خضرة ويمشي بالديمقراطية أبدا تخيل لما بلد بحجم مصر وتاريخها الواصل لألاف السنين ما شافتش في عمرها كله مدبحة بالبشاعة دي لدرجة أن هيومان رايتس ووتش توصفها بأنها واحدة من أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين وفي يوم واحد في تاريخ العالم الحديث كله ومش تاريخ مصر بس وخلت البرادع اللي كان من أول الناس الداعمين للانقلاب ومتصور النسيس يطلع متحضر ويتعامل بنزاهة مع مرسي وأنصاره لما شاف كمية العنف والمجزرة اللي ارتكابها الأمن رام الفوطة وقال لك باس شكرا على كره لا نمكمل نائب رئيس ولا نمكمل في البلد أصلا وحان الوقت إن أبتعد على الأقل يعني أبتعد عن هذا المشهد أنني لا أستطيع تحمل زي ما قلت في استقالتي المسؤولية عن قطرة واحدة من الدم يا خان ما قدرش واتصلت بالمستشار عادل منصور قلت له أنا أبعد لك الاستقالة قال لي أنت موقفك معروف وكان موقفي معروف قلت هذا الكلام في المجلس الدفاع قلت لهم أنا أما أخذوا القرار بفضل ربعة بس الأول كذا يوم قطع المية والنور وقلت لهم أنا في لست جزءا من هذا القرار بس عموما زي ما في ناس معانا كالعادة هما السبب أو كان معهم سلاح واعتاد وزخيرة بالكوم وأنها كانت حرب عصابات مش فضح تصام سلمي ولو راح فيها ناس يا هما اللي قتلوا بعض يا إما الجيش كان بيدفع عن نفسه مش أكتر زي ما في ناس فاكرة كل ده في ناس تانية كان فيه مسحات سودة في ذهنهم عن اليوم ده والموقف ده مش بإرادته لكن ده الشيء اللي ريح ضميرهم مسح كل الذكريات ومقاطع الفيديو والصور من بشاعتها ومن إحساسه بالعجز وقدامها إنه بتفرج وعارف الحقيقة بس لا قادر يتصرف ولا هيقدر حتى يتكلم عنها للناس دي وللناس اللي ما عرفوش الحقيقة خلونا نحكي الحكاية من أولها واحدة وحدة من باب إنصاف الدم البريء ومن باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بدأت الحكاية في 14 أغسطس 2013 من قبلها بشوية والناس اللي في الاعتصام أو في البيوت حواليهم وحتى الصحافة والإعلام والأمن نفسه كله كان مترقب بيسأل نفسه يا ترى إمتى محدش كان عنده ولو زر تشك إن السيسي مش هيصبر عليهم للأبد أو هيبقى عنده ديمقراطية تخليه يسيب الناس معتصمين طالما بيعملوا الطبيعي في العالم كله ومشيين سلمي بدون مشاكل وعنف كله كان بيبصم بالعشرة إن فض الاعتصام جاي جاي بس المسألة مسألة وقت فإمتى هيحصل بقى ده ما يغرقش كل ده لأن كان وراء قلق وخوف ورعب من بكرة وكل ليلة كانت بتعدي على المعتصمين كانوا بيسألوا فيها نفسهم يا ترى هيبقى بكرة آخر أيامهم خلاص الوحيدين اللي كانوا عارفين اللي هيحصل ومعادوا بالزبط كانوا الرتب نفسه والظاهر كانوا بيلعبوا مع الصحفين لعب التهويش أو جس نبض فكانوا بيرملهم معاد لفض الاعتصام فيتحفزوا وكله يجهز عشان يروحوا يصور ويتكلم عن الله يتم لكن يكتشفوا تاني يوم إنه ما حصلش حاجة حصل الموضوع ده قبل الفض بثلاثة يام يوم حداشر اتصل بيهم واحد من المسؤولين وقال لهم احنا صلينا استخارة كده ونوينا نتوكل على الله ونقتحم النهاردة الفجر وبرك الله في مرزق عدى الليل وجه الفجر ووراها الصبح ما حصلش أي بطيخ وعارفوا بعد كده إن وزير الداخلية لغى القرار في اللحظة الأخيرة غالباً يا باتصال من فوق يا إما زي ما دبلوماسين أمريكان قالوا بعد كده إنه ما كانش عاوز يدخل الاعتصام ويتورط فيه لوحده كان عاوز قوات الجيش تشاركه ويبقى الموضوع بالنص ما بينه عشان وقت الحساب كمان لو حصل يعني يبقى الليلة شايلها اتنين ما يبقاش هو كابش فضى ويروح فيها وشكراً على كده أي أن كان السبب فمش قضيتنا دلوقتي المهم بس إنه أجل الليلة بدون أسباب معلنة ولا حتى معاد تاني وقتها لكن لما جاي يوم 13 بدأت تتسرب أخبار جديدة للصحفين المصريين إنهم تاني هيقتحموا بكراً لاعتصام واللي شغالين مع الصحفين الأجانب وليهم وسط في المخابرات مثلاً كان بيتقلهم بالنص ما تجوش بكرا الشغل ولو لازم خليكوا بعيد عن ضرب النار خالص لحد ما الدنيا تهتر أهو المرة دي اللي طلع الخبر فيها حقيقي مش في شنك زي اللي قبله وفعلاً مع فجر يوم 14 أغسطس بدأت المجزرة الحقيقية أغلب المعتصمين وقتها كانوا نايمين في أمان الله والباقي اللي صهرانين كانوا بيرغوا أو بيهزروا سوا وبيلفوا حوالي الخيام يتأكدوا من إجراءات الأمن فجأة وبدون مؤدمات الرصاص تفتح مرة واحدة ومن كل الجهات وصفرات الإنذار ضربت كلها في الجو في نفس الوقت اللي بدأت سبع جرفات من الجيش يتحركوا في طريقهم للاعتصام ومعاهم مئات العساكر من الداخلية ومكافحة الشغب على رجليهم ومعاهم سلاحهم كلاشينكوف واللي كان يفكر بس ينط على جرفة واحدة كانت البنادق بتفتت جسمه في لحظة الناس كلها صحة مفزوعة السريخ من كل ناحية واللي بيجري واللي بيحاول يحمل اللي معاه وقادة الإخوان اللي كانوا على المنصة نزلوا تحت ترابيزات والشباب العادين نطوا ورسوات الرمل عشان يتداروا واللي منهم قدر يطلع موبايل ويصور اللي بيحصل كأن قلبه بيقوله ان اللي هيحصل حالا لازم يتوسق بالصوت والصورة وكل حبة وتانية يسمع صوت الميكروفون في حد من قادة الإخوان بيثبتهم ويحاول يقويهم بالشعرات يعني وبعدين يخد له ساتر شوية ويرجع يتكلم حد تاني وهكذا جزء من التنشين كان على المنصة بالذات باعتبرها في وش الاعتصام رصاصة من البنادق جت في دماغ مصور قناة الجزيرة اللي كان مركزه سابت فوق المنصة وبيصور كل حاجة طلع وراء واحد تاني ساتر دماغه بخوزة واخد مكانه وراء الكاميرا ويدوبك هي نص ساعة تقريبا اللي وقفها قبل ما تجيله طلقة جديدة خلت الخوزة تتريم على المنصة وهي غلقانة في الدم بس مع ذلك فضل قادة الإخوان مستخبين بالسواتر وبيهتفوا بالناس لحد ما طلع الصبح وخرجت شابة صيدلانية اسمها مروة ساعد مسكت منهم الميكروفون وقعدت تسرخ وتقول انتو فين؟ فين الرجالة؟ انتو سايبيننا بنموت هنا؟ وعينيها كان بتشوف المجزرة وهي بتحصل حواليها والشباب اللي بيقع والجسس اللي بتترمي في كل حتة ما بين اللي بيتصاب ويقع مكانه أو اللي بيلحقوا صحابه عشان ينقلوه على العيادات الميدانية اللي عند جامعة ربعة ويا يلحقوا الدكاترة هناك بعلاج الجرح والمسكينات ييموت بين ايديهم ويتنقل للقوضة لجنبهم اللي تحولت لمشرحها بداية الجسس فيها بتتراكم فوق بعضها بشكل بشع كل الكلام عن فضل الاعتصام بالطرق السلمية اتبخر في لحظة كل اللي الناس سمعوه سواء قبل الاعتصام بأسابيع والغاية يوم فضل اعتصام نفسه في كل وسائل الاعلام عن الحفاظ على ارواح الناس والممر الآمن للمتظاهرين اللي عاوزين يخرجوا بسلام خصوصا الستات والاطفال كل ده اتلحس بالكامل وطلع اشتغالة كبيرة والجيش والشرطة اللي حصلوا للاعتصام خلوا مفيش خرم قبرة يخرج منه حد وكأن كل الحصار ده ما كانش كفاية فتكتشف بعد كده ان مش بس الامن اللي كان ضد المتظاهرين ساعتها ومحاوطهم من كل ناحية ده حتى للأسف الناس اللي كانوا ساكنين حوالين الاعتصام هم كمان كنا عاملين كردون حواليهم عشان ما حدش يهرب كي انهم شوية فراخ زي انهم في عش عشان ما تلاقيش مخرج لدرجة ان الستات الكبار كنت تلاقيهم في الشوارع الجنبية مسلحين نفسهم بصواعق كهربة صغيرة كرة عشان اللي يلاقوه في الشوارع من المتظاهرين يضربوا بي وشباب تانية حطين جردة بلاستيك كبير فيه ازايز بيملوها بنزين ويربطوا فيها حتة قماش فتتحول لقمبلة ملطوف جهزة في ثلاث ثواني وكل دول كانوا فرحانين جدا ان الشرطة اخيرا بتطهر المدان حالة كراهية وغضب غير طبيعية قاعد الاعلام يشحم بيهم الناس طول الفترة اللي فاتت لحد ما وصل بالبلد انها مش بس تقبل الانقلاب ده عارف ازاي يلعب في صوامين شعب كامل ملهوش في العنف بطبعه وما يعرفش الدم الا في حالات استثنائية عشان يحاولوا الشعب دموي عنصري كل همه يقضي على الاسلاميين وانصار بورسي بقيه تمام انصار بورسي اللي كانوا بيلفوا في الشوارع والدم مغرقهم والرصاص حواليهم من كل ناحية وهم عملين يسرخوا في الناس في البيوت والبلكونات حواليهم ويقولوا لهم ادي طوله تفويد خلتوه اقتلنا يا خوانا بمرور الوقت بدأت قوات اكتر تظهر في الاعتصام وظهرت مدرعات وعناصر مكافحة شغب بيلبسوهم الاسود والدروع بتاعتهم والسلاح الجاهز للضرب في اي لحظة الرصاص بقى بيطير من كل ناحية ما تعرفش مين بيضرب في مين ضرب نار على قنابل غاز موسيلة للدموع على دخان على طراب على نار والعف كل حتة لما بقى محدش شايف ابعد من كف ايده وفي وسط كل ده تلاقي قناصة شغالين من فوق سطوح البيوت اللي حوالين الاعتصام على اي حاجة بتتحرك تحت لدرجة ان الناس كانت من يأسها يعيني بتسطر نفسها باي حاجة اي ديها طولها كاراتين او غطيان زبالة او اي حاجة والسلام المصابين اللي كانوا بيقعوا كان بيتم نقلهم اول بول لمركز ربع العدوية الطبية بعد ما المعتصمين عارفوا يعملو له طريق كروكي كلا بالعربيات المتكسرة والطوب الضخم وسنديق الزبالة عشان يأمنوا سك الدخول او خروج منه في نفس الوقت اللي كان مدخل تاني معموله من الناحية التانية من الاعتصام تدخل المبنى تلاقي الارض الرخام غرقانة دم بشكل بشع والناس زيطة كله عمال يجري ينقل مصاب او يشيل جثة الستات كان بتساعد الجرحة وهدومها كلها دم واشلاء واللي يموت كانت مجموعة من اربع افراد يشيلوه اول بول وينقلوه المشرحة مؤقتها في الدور اللي تحت يا دوبك ساعات بسيطة وكانت المشرحة تمالة جسس على الترابيزات والرفوف وبدأت تترس جنب بعضها على الارض جسس من كل الاعمار والاجناس من كترهم ما كنتش تقدر تعدهم حتى رجالة على ستات على اطفال لدرجة ان تقارير الجماعيات الحقوقية قالت في تقدير الارقام ان فيما يقلش عن تلاتين طفل عمرهم اقل من 18 سنة ماتوا يومها لعل اشهرهم اسماء البلتاجي بنت محمد البلتاجي اللي عندها 17 سنة ده غير 19 ست معظمهم برصاص في الراس والسدر وفوق الاربع صحفيين سواء جوه ربع نفسها او حوالين الاعتصام واللي فلت يومها من الموت الحكومة حلفت ما تسيبه فسحبته على المعتقل يومها زي محمود ابو زيد الشهير بشوكان واللي قاعد فوق الاربع سنين ونص محبوس بدون ايدانة بيحكي الصحف الامريكي ديفيد كيرك باتريك اللي كان في قلب الاعتصام وهو بتفض ان من كتر الجسس اللي كانت بتتراكم قدامه ما كانش قادر يحدد الارقام بالزبط فلاجأ لحيلة صغيرة كده انه بقى بيسجل كم جسس بينقلها الناس للمشرحة وفي خلال قد ايه عارف في ربع ساعة بس اتنقل كم جسس للقوضة 9 جسس يعني بمعدل جسس كل 100 سنية والعدد بيزيد وبيتراكم كل ما تدايق تمر والامن برا الظاهر انه بتعامل كأنه بيلعب دور باب جي وعمال بيتسابق مين يقتل اكتر عشان يعمل سكور اعلى الامن اللي كان محاصر الاف المتظاهرين برا في الساحة وكل شوية بيدايق الخناء عليهم اكتر وقوات الشرطة بتتقدم من الناحيتين عشان تقفل عليهم من غير اي مخرج امن ولو صغير حتى ده غير القناصة لمترصصين فوق السطوح كأن الامن يومها كان حالف يخلص عليهم كلهم لاخر واحد الفيديوهات نفسها اللي اتصربت من اليوم ده كانت بتصور لك مشاهد القتل والاشلاء والدم اللي ارتكبها الامن في كل حتة وبتصور لك برضو الجرفات بتاعت وهي بتكتسح الخيم المفتوحة والجسس ملفوفة في اكفان بيضة جواها اما الخيم التانية فكانت بترش عليها بنزين عشان تولع فيها وكل ده وانت بتسمع صوت الدخلية في الميكروفونات وهي بتقولك بمنتهى الحقارة وزارة الدخلية يا اخواننا حريصة جدا على سلامة المواطنين شفتوا سفالة اكتر من كده بس برغم كده فالامانة خلينا نقول الحقيقة اللي جمعناها من مصادرها زي ما هي وان زي ما الامن عمل كده في ناس عزل فصحفيين برضو قالوا ان كان ممكن تلاقي مع واحد من المعتصمين مسدس كده بدائي محل الصنع بيضرب خرطيش او واحد تاني تلاقي معاس لحظة غير شبه الرشاشة واحنا انا مش في مجال حكمة قد ما بنقول الحقيقة زي ما هي والحقيقة برضو بتقول ان قصاد المدنيين اللي ماتوا يومها ورئيس الوزراء وقتها قال عنهم انهم وصلوا حوالي الف فالدخلية نفسها قالت ان اللي مات من الامن تمانية بس وان كل اللي مسكوه كان 15 سلاح ناري بس مع معتصمين وصل عددهم لالاف بغض النظر عن ان الدم كله حرام في نظرنا وغير مبرر لكن المتصور ان 8 ضحايا بس من رجال الامن تخليهم يقولوا انها كانت حرب مع ارهابيين معتصمين في المدان وان المعتصمين كانوا قلبنها ثاكنة عسكرية مخزينة فيها سلاح وزخيرة وعتاد ولو افترضنا ان كل اللي كان مع اسلح ده ارهابي ماشي ما كانش فيه خطة لانقاذ المدانين اللي ملهمش زنب ولا كانت الخطة تتلخص ببساطة في اكتساح يدوس على اللي مع اسلح واللي ما معهوش وهو كفا يلم الاتنين اه كان فيه اسلحة طبعا زي ما قال بعض الشهود لان الناس كان من حقها يكون مع اسلح يأمنوا بينفسهم لان محدش هيأمنهم لكن نفس الشهود قالوا ان اللي كان في ايد اغلب المدانين وقتها طوب وازايز ملطوف بدائية وبس ولو كان معهم سلاح بالكميات اللي صورها الاعلام ما كانوا هيستخدموه ولا هتقبلوا ان هم يتضربوا برصاص بصدر راح بكلا عشان ما يردوش على السلاح بسلاح زيه شهادات الشهود وعدد الوفيات هنا وهنا يقولك مين اللي كان مقرر من الاول انها تكون حرب مين اللي كان داخل وهو عنده هدف واحد اسمه اكتساح وابادة كاملة مش مجرد فضة اعتصام وقتل كام واحد معهم سلاح من وسط الاف عموما لما الليل بدأ يليل وجيت الساعة حوالي خمسة طلع محمد البلتاجي واعلن ان الجيش وافق اخيرا يعمل ممر امن لاي حد مصاب عاوز يمشي الواحد وعلى رأسهم اللي مستخبين في المستشفى الميداني اللي كان معمول في المسجد وقتها لدرجة انه قال للناس وقتها اللي يعرف ينفد بجلده ما يترددش لحظة سيبوا وراكوا اي ممتلكات وهربوا من غير تفكير وفعلا بدأت الناس اللي قادرة تتحرك شوية تخرج للممر الامن اللي اتعامل ليهم بس والناس خارجين كان الشعور اللي غالب عليهم هو الالم الالم جسدي ومعنوي احساس بالرخص في بلد محدش وفر لهم فيه ادنى درجات الكرامة والحرية في الرأي وجيه النهاردة عشان يسحب منهم الحق الوحيد اللي فضل لهم الحق في الحياة حتى كل واحد كان خارجه هو مكسور ومنظر الدم والحرائق والجسس والاشلاء اللي في كل حتة حواليه كان بيعدي قدامه زي الشريط ومخلي ظهره محني ومش قادر يرفع عنيف وش الامن من كتر الظل واللي كان ينطق من غلبه ويقول آية ولا دعاء ولا حتى إنا لله وإنا إله راجعون كان بيترد عليه بجبروت أكتر من الامن ويلاقي البندقية لزقة في دماغه ويتقلق اللي بنعمله فيك وده عشان خاطر ربنا يا حبيبي احنا هنا عشان نقتلكو أشوية منافقين مشهد ما تشوفوش في دولة محترمة بين اللي مفترض أنه أمن بيقبض مرتبه من ضرائب نفس الناس اللي رفع لهم السلاح دول وقتل فيهم من كم ساعة وبين مواطنين كل زنبهم أن ليهم اختيار سياسي مش على هوى كبار وأنهم حبوا بس يقولوا رأيهم بطريقة سلمية ويدفعوا عن اختيارهم ده مشهد يليق والله بدولة احتلال مش دولة كل اللي فيها مدنيين على شرطة على جيش سواسية ومواطنين زي بعض بس خلونا بالكلام ده دلوقتي ونرجع لحكايتنا الأصلية يا دوبك الساعة جيت سبعة والحكومة فرضت حظر تجول بدون كلام وحطت نقاط تفتيش عسكرية في كل حتة في القاهرة نقاط تفتيش وحظر تجول على حق مش لعب العيال اللي كان بيتم من الأول يعني محدش جارو يفكر حتى يخرج زي ما كان بيعمل لما بيتم حظر تجول زمانه وهو مش همه المرة دي اتحولت القاهرة كلها لترب ومدافن ما تسمعش فيها سريخ ابن يومين عموما وبخروج آخر واحد من أنصار مرسي على رجليه نقدر نقول أنه انتهى فضل الاعتصام أخيرا وبدأت البشار تهل من بعدها عشان نعرف أن تأديرات أرقام الضحايا زي ما قالت هيومن رايتس ووتش في دراسة عملتها على مدار سنة كاملة ونشرتها في 2014 كانوا ما يقلوش عن 817 حالة وفاة في جريمة مكتملة الأركان لخصتها في جملة بتقول أن الاستخدام العشوائي والمتعمد للقوة القاتلة أدى لوحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث عملية تفوقت على مدابح مشهورة في التاريخ زي مدبحة ميدان تيانمن في الصين سنة 1989 ومدبحة انديجان في أوسباكستان في 2005 وحتى الأرقام دي ما تقدرش تقول عنها أنها نهائية أو صحيحة 100% لأن أكتر من عيل اعترفت بعد كده وأكدت كلامها جمعات حول إنسان أن الحكومة كانت بتجبرهم يقبالوا بشهادات وفاة متزورة لولادهم أو أزواجهم اللي ماتوا عشان يخفوا بيها العدد الحقيقي للوفيات لدرجة أن العساكر رغم أنهم خافوا يصرحوا ويحكوا اللي حصل عشان ما يطلطش عليهم لكن الروتاب الكبيرة في الداخلية نفسها هم اللي اعترفوا بعد كده إن ولد 300 حالة وفاة اتسجلت على إنها انتحار في التوقيت ده وإن المستشفيات والمشارح كانت بتجبر إنها تطلع تقاريرها بالكلام ده وبالأمر المباشر ومحدش يقدر يعترض والعيلة اللي ما يعجبهاش أو ترفض فالموضوع بسيط خالص مش عاجبك يا حبيب نقول انتحار وحيات أمك ما تشوف جثة ابنك بقية عمرك بسيطة هي واشتيكي بقى لو حابب حقارة مشتحيل تستغربها أو تندهش منها لأنها التصرفات المنطقية اللي أي دولة مستبدة أو ديكتاتورية بتعملها عادي خالص في حالات مشابهة عشان تحسن شكلها قدام العالم وتقلد ريحة الوساخة شوية لكن ربك بتبقى أردتو إنها تفضل لزقة فيها العمر كله والعار ركبها مهما حاولت تلعب في الورق عاوز تعرف الوساخة كملت لحد فين شوف الرواية الرسمية بتاعتهم واللي كانت مختلفة عن الحدوتة بتاعت الشرطة اللي فسرت بها العنف المبالغ في ده وإحنا ملناش دعوة هم اللي ضربوا نار الأول وكان لازم ننتقم لإخواتنا اللي ماتوا ويطلع لك في التلفزيون بعدها بكام يوم يقول لك هم اللي بدأوا يبيه بضرب النار ده إحنا راح مننا في ساعة لربعة ولا تلت شهداء متوقعين هنقول لقواتنا خليكوا هدينوا ضرب النار شغال عليهم ومع ذلك إحنا خلصنا كل ضبط النفس اللي نقدر عليه إحنا لو فتحنا نار على حق كانت كل ماتوا طب واللي ماتوا دول كلهم كانوا هي بش يقول لك معظمهم بين إيران صديق الإسلامين اللي معهم هم اللي ضربوا عليهم نار ولا حولة ولا قوة إلا بالله شوفت الناس بيعملوا إيه في بعض طبعا أنا عشان خايف على معدتك تتقلب من كتر القرف اللي مفيش إنسان ساوي يستحمله فمش هكمل في تصريحته يا كفيك بس تعرف إن اللي بيقولوا ضبط النفس وهم اللي بدأوا يبيه بضرب النار هم نفسهم اللي دخلوا الاحتصام وهم شحنين القوات بتاعتهم بالعساكر بالرتب بكله كمية شحن غير طبيعية كلام من عينة افتكروا صحابكم وزميلكم اللي قتلوهم الإسلاميين زمان الاحتصام ده متكرب السلاح وهيبقى فيه مقاومة عنيفة الإسلامين اللي جوا دول عاوزين دم الشرطة كده يعني إنت متخيل بقى كل العساكر البسيطة وصف الضباط وحتى الرطب اللي دخلها ولسه على قدها هتبقى مشحونة قد إيه متخيل لما واحد مع سلح مترخص وبيقتل وهو عارف إن كل ما هيقتل أكتر هيتعلق له إنشان ويتكرم وياخد بدلات وحوافز وفوق ده كله بيحشي دماغه إن كل اللي جوا دول قاتلوا صحابه ومعهم سلاح وعمر قصات عمرهم اللي هيقتل التاني الأول اللي هو اللي هيكسب المعركة متخيل بعد ده كله هيدخل يعمل إيه هيسمي على حد أو هيحسس عليه لو بيقيدوا فرصة يعتق روح واحدة بس هل هيسيبها؟ أنا هنا مش باع في حد من الدم ولا بقولوا إنه هما ضحايا وتلعب بيهم بس زي ما بنقول إن فيه رتب وقيادات كانت عارفة بتعمل إيه ودخلها وهي عايزة تنهي اللي أنت صاوم على إيه بالزبط فكان فيه برضو رتب اتصور لها المشهد في الصورة اللي قلناها روحك وصد روحهم ترسانة سلاح جاهزة عشان تقتلك وتقتل صحابك اللي حواليك زي ما قتلك فلان وعلان زمان وبتسمع أخبارهم وسيرتهم لحد دلوقتي هل هتفكر مرتين وإنت بتسمع الكلام ده؟ عشان كده ما تستغربش لما تعرف إن كل زابط أو حتى عسكري صغير خرج من المجزرة دي هو حاجة من اتنين يا إما شخص مش ندمان وفخور كمان على اللي عمل ولو رجع به الزمن هيكرره يا إما شخص اتشوه نفسيا وندمان لدرجة إنه عارف إنه زنبي لا يغتفر لكن ما يقدرش يفتح بقه ولا يتكلم وإلا هترمي ورا الشمس عدت ليلة تفضل اعتصام بالطول والعرض وتاني يوم كان البشر اختفوا من ربعة فبدأت الإزالة تلم بقى البقاية اللي هناك القماش والخيم ومتعلقات الناس الشخصية ولعب الأطفال وأي حاجة تخص أي حد أما الجسس بقى فكان كل واحد ونصيبه يا إما كان تم نقله فعلا يا إما جي نصيبه إنه يكون لسه في ساحة الاعتصام فهو واللي يعمله الأمن بقى ينقل اللي ينقله يحرق اللي يحرقه في قلب خيمة لكن الجسس اللي اتنقلت كان فيه منهم جزء كبير موجود بالنهار في مسجد قريب من ربعة عشان يتصلى عليه ويتدفن تدخله بقى تلاقيه عبارة عن مشرحة مسغرة كمان هو رخل أقل تأدير للجسس كان ولل 240 جسة مترصصين جنب بعض على الأرض في صفوف وملفوفين في أكفانهم شباب ورجالة وعيال صغيرة ما كملتش 3-4 سنين ملفوفين على الأرض مستنين قرار بالدفن وعشان جوه أغسطس والريحة الرجالة كونه بيمشوا ويرصوا معطرات ومطاهرات في الجو وناس تانية تجيب مبردات من اللي بتشتغل بالتلج وتحطها عند الجسس اللي قاعدت كده طول الليل عشان تقلل ريحتها شوية ولو شايف إن المشهد ده مقبض أو محزن كفاية فشوف منظر البطاق بتاعة الجسس وهي متعلقة صفوف قدام الناس عشان اللي مش لقين ولادهم وبوازهم وبناتهم يشوفوا في البطاق جاز يتعرفوا عليهم هنا وكل واحد بيفر بعينه في الصفوف وهو بيقول يا رب ما لقي بطاقة ابني أو حد من أهلي وسطهم وعشان المسجد يتملع على آخره بدأ الناس اللي برا يتجمعوا في حشود حاولوا يطلبوهم بالميكروفونات إنه هما يمشوا لكن مفيش فايدة الغضب والغيز والإحساس بالظلم كان ميخليهم قدام المسجد ومحدش فيهم بيفكر يمشي أو يروح لحاله ما بين اللي القهرم خليه ساكت واللي عمالي يتكلم وهو مغلول وحالف يضرب نار على أي حد لابس ميري حتى لو هياخد عاطل على بطل مش ده نفس اللي تعمل فيهم من برح يبقى الأمني يجربوه زيهم بقى بس عشان الهم فيه منه اللي يبكي وفيه منه اللي يضحك فاللي يضحك المرات دي بقى كانت قناعة سازجة عند كتير من اللي وقفين ساعتها إن اللي حصل ده لا يمكن هيعدي بالسهل مستحيل يا رجل حمام الدم ده كله أكيد هيصح ضمير الناس العادية ويخليه مقلبوا على الجيش كله كان مقتنع بكرة لأ وبيأكدوا الزميله بكل سيقة كان اللي حصل في رابعا بارح هيبقى هو شرارة الثورة الجديدة اللي تعيد الميزان مظبوط وترجع مرسي وتصلح التجربة اللي ماكملتش اللي سنة دي مين عاقل يفكر إن كل الدم والجسس دي ومحدش من مصريين يتكلم أو يعترض اللي دحكك فعلا إن ولا واحد من اللي وقفين دول كان يخطر على باله إن مش بس اللي حصل هيعدي ويروح لحاله ويتحول لذكرى مش أكتر ومفيش تحقيق واحد محترم هيطلع من الحكومة يقول الحقيقة أو يعاقب المتهمين ومش بس مفيش واحد من الجيش أو الداخلية أو حتى الإعلام هيبقى عنده أدنى احترام لنفسه يطلع يقول إنه ندمان ورافض اللي حصل ده الحقيقة إن كل ده هيحصل وفوقيه كمان يبتدي العمال يشيلوا الأنخاط بعد أقل من يوم واحد على المدبحة ويمسحوا الدم وينظفوا الأرضية المتفحمة ولا كأن كان فيه معركة مبارح راح فيها مئات الضحايا وحواليهم قوات الجيش والشرطة وقفة بترعاهم بابتسامة فاخر كرة كأنهم كانوا في معركة ضد الصهينة وفزوا بيها فالمدنيين بقى اللي رايح واللي جاي يقف يهنيهم ويتصور معهم وهم مشغالين تسلم الأياد من العربيات بتاعتهم بأعلى صوت ولا واحد من اللي كانوا وقفين عند الجثس كان يتخيل إن الشعب اللي رهنوا عليه إنه يعرف الكرسى اللي عملها السيسي فيتقلبوا عليه بقى ويرفضوا ظلمه الشعب ده هيبقى فخور قوي بأبطال الجيش والداخلية ويطلع فرحان بيهم ويرقص معهم كتف بكتف قدام نفس الساحة كأن اللي مات فيها شوية فراخ مش أكتر أو كأن السيسي قال وصدق فعلا في وعده إحنا إدينا تتقطع قبل ما تتمسقوا صحيح صحيح انتهت مجزرة ربعة وتحولت لذكرى مر عليها سنة وراء تانية والشيء الوحيد اللي الضحايا بتوعها استنوه كان الخصاص لو مش من أهل الأرض فيبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى وعند الله تجتمع الخصوم أما دلوقتي وفترة ما بعد ربعة فكان فيه مرحلة جديدة تماما بتسمي الله كده وبتبدأ وهي بتقول للناس كل اللي قبلي كوم واللي جاي كوم تاني خالص إحنا بدأنا بالصالع النبي كده مرحلة تسبيت أركان الحكم والكلام بشكل عملي مش خطب وشعرات بيعرف به السيسي أنصاره قبل خصومه إنه ما كدبش لما قال على حكمه إنه هيبقى عذاب ومعاناة وإنه مش الرجل الطري اللي كانوا فاكرينه ده وباء جاي عشان يععد ويكمل لحد ما ينتهي بموته أو بموت الناس فترى إيه اللي هيحصل في الآيام الجاية وإيه أخبار مرسي في حبسه وإيه اللي هيحصل مع قيادات الإخوان بعد فضل الاعتصام هذا أمر كما تعلمون شرحه يطول وأنا الليلة مشغول فنشوفكم على خير إن شاء الله